ابنك قادم على الامتحانات وما تعرفش من ينجيب له الامتحانات؟ ابنك عنده صعوبة في الرياضيات وما كش يعارفه كيفيش تراجع له في فترة الامتحانات وما عندكمش فكرة حتى على الامتحان بتاع الرياضياته على شنية بش يجي؟ ابنك عنده مشكلة في جدول الضرب وما يعرفش كيفيش يضرب العدد في بعضها؟ ابنك عنده مشكلة في جمع والطرح بالاحتفاظ وما يعرفش كيفيش ينجز العملية؟ على ذاك حذرت لكم الامتحان أذية عسليما مرحبا بيكم مرحبا بيكم في حلقة جديدة الحلقة جديدة أذية باش نعمل فيها اسلاح متاع امتحان الثلاثة الثانية في مادة الرياضيات بيش تاخدوا فكرة على شنية ينجم يجي لامتحان لوليتكم لامتحان شامل فيه كل شيء هذا سند لوليتكم هذا سند لوليتكم انبعث عنه سند ثاني هذا أهوك امتحان كامل اهوه هذا سند الثاني وهذا سند ثالث وذي سند الرابع اللي فيه أذية متاع النظام قيس وفيه الهندسة امتحان كامل من لول اللخر باش نشوفوه مع بعضنا نقروه مع بعضنا ونسلفوه مع بعضنا ان شاء الله بيه بسم الله على باركة الله نبدو بأول سنة بيه بمناسبة عيدو ميلاد خلنا نقبر لكم شوية بيش تظهر لكم الاكتيبة بيه 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 بمناسبة عيدو ميلاد ابنها قررت السيدة رقية اعداد مرتبات ولهذا الغرض اقتنت اربع حارات من البيض ثم ثمن الحارة الواحدة اربعمائة وثمانون مليم وخمسة اكياس من الخميرة بخمسة وثمانون مليم الكيس الواحد ولوازم اخرى بأربعة دنانير اول سؤال هو احسب ثمن البيضة ثمن البيضة لهنا هي سيدة رقية اخذت اربع حارات والحارة الواحدة ثمن امتاحها اربعمائة وثمانون مليم بشنا نبحث عن ثمن البيض اذا اربعمائة وثمانون مليم نضربها في كم؟ في اربعة اربعة ويجي صغيرك من هنا وينجز العملية اربعمائة وثمانون ضرب اربعة اي عدد نضربه في سفر سفر دي ما السفر هو اللقوي هو البطل دي ما هو اللي يغلب العدد الكل ده السفر اربعة في ثمانية كم؟ يسوي اثناني وثلاثون اذا كان ابنك ما هوش حافظ جدول الضرب اتنى نحط لكم في اخر الفيديو سلسلة متاع فيديوات اذية اللي تسهل لولادكم بش يحفظوا جدول الضرب عملت برشة مهارات برشة طرقة سهلة وبسيطة اللي تساعد ابنكم على حفظ جدول الضرب اربعة ضرب اربعة كم يساوي ستة عشر واندي تقولها ثلاثة كم يساوي تسعة عشر اذا ثمن البيض الف وتسعمائة وعشرون مليم اكملو تمثيل ثمن البيض عنا لهنى ثمن البيض قلنا الف تسعمائة وعشرون ولهنى بش نمثلو ثمن البيض بش نكملو على اذية لهنى اعطانا ديناء واعطانا خمسمائة واعطانا خمسين واعطانا خمسة ينجم ولدك في ورقة مش وديت ينجز العملية عملية الطرح بش يعرف قديش لازمو يكمل لهنى ينجم ينجز هكيا مثل ثمن البيض الف وتسعمائة وعشرون مليم يطرح منها الف وخمسمائة وخمسة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون سفر الى خمسة ما نجموش شنين نعملو؟ نتسلفو ونضيفو الى هنا عشرة الى خمسة خمسة طو ثنين الى ستة ما ننسوش كالواحدة ذيب شنجمعوه مع الخمسة ثنين الى ستة ما نجموش كيف كيف؟ ثنين الى ستة كم يساوي؟ يساوي ستة التسعة الى ستة كم يساوي؟ يساوي ثم كم يساوي؟ ثلاثة بواحد الا واحد سفر اذا ثلاثمائة وخمسة وستون بشن نضيفو الى هنا ثلاثمائة وخمسمائة ثلاثمائة وخمسمائة بثلاثمائة نحن عنا في تونس عنا المتين مليم نجم نستعمل المتين مليم وعنا ميتر مليم وشني اخر وعنا خمسين مليم وعنا خمسة مليم هاو ولدك زيد على ذيه باش نتحصله على ثمن البيض اذا هانا العودة نحسبه طو الف وخمسمائة ونضيفو الى ثلاثمائة الف وثمانمائة ونضيفو الى خمسون وخمسون الف و تسعمائة ونضيفو زيدا عشرة مليم به ما تحصلنا على الف وتسعمائة طو عنا خمسة مع خمسة مليم عشرة مع عشرة مليم عشرون مليم اذا الف وتسعمائة وعشرون مليم به طو نتعديو للتعليمه ثلاثة احسبو ثمن الخاميره اذا كين هي به ثمن الخاميره خمسة وثمانين مليم الكيس الواحد وهي شريط خمسة اكيس اذا ثمن الخاميره خمسة وثمانونة مليم ذارة بخمسة من غيلا نكتبو الى هنا مليم نكتبو ذارة بخمسة وولدك يجي على جنب من هنا ويحسب خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرون خمسة ضرب ثمانية كم يساوي اربعون واندي فولها اثنين اثنين واربعون اذا اربعمائة وخمسة وعشرون مليم الليم ثمن الخاميره طو قال لك احسب ثمن المشتريات كيفاش اللوجه على ثمن المشتريات به ما نتحصنه على ثمن ثمن البيض اللي هو الف وتسعمائة وعشرون به ندفولو به ندفولو ثمن الخاميره تحصنها زادة على ثمن الخاميره اربعمائة وخمسة وعشرون مليم وماذا ايضا هيا شنية شريط شريط العظم وشريط الخميره وشريط لوازم اخرى باربعة دنيا نير اذا ندفولو هنا اربعة اربعة دناني به يجي ولدك من هنا على جنب ويحسب يعمل العملية الحسابية متاع الف وتسعمائة وعشرون يدفلها كم؟ يدفلها أربعة آلاف ويدفلها أربعمائة وخمسة وعشرون به سفر 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 مع سفر مع خمس خمس هكي يحسب ولدك اثنين مع سفر مع اثنين أربعة به تسعة مع سفر تسعة مع أربعة ثلاثة عشر نكتب ثلاثة ونستحفظه بواحد واحد مع واحد مع أربعة ستة اذا مال ثمن المشتريات ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليم الآن المطلوب مني أمثل ثمن المشتريات بأقل ما يمكن من القطاع النقدية بتبيع القطاع النقدية تختلف من بلدة إلى آخر أنا بش المثلها حسب القطاع النقدية المتوفرة في تونس بالنسبة لكم انتم اللي يتبعوا فيا من بردين العربية مرحب بكم الكل فرحانا بوجودكم وياليت كان كل واحد يكتبنا منا بقع نعرف فما برشة الجزائرين يتبعوا فيا وفما زيدا حتى المغاربة وفما حتى المصريين ومن بردين العربية بصفة عام العراق إلى آخره مرحب بكم الكل بالنسبة لذية متاع الأسئلة متاع النقود انتم قتمتلها حسب حسب النقود المتوفرة عندكم في البلد متاعكم بالنسبة لهنا قالك أمثل ثمن المشتريات بأقل ما يمكن القطاع النقدية أقل ما يمكنه بالنسبة لنا نحن في تونس مش نعملوها بأقل ما يمكن من القطاع النقدية نعملو خمسة دنانير وواحد دينار ومائتان مليم ومائة مليم وعشرون مليم وخمسة مليم هاو نعودو نحسبوها طو هداما ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة واربعون مليم مثل نيهم بأقل ما يمكن من القطاع النقدية طو نمشي للسؤال سيدس أبحث عن المبلغ المتبقي المبلغ المتبقي إذا كان لقينا لهنين نحن ثمن المشتريات ستة آلاف ثلاثمائة وخمسة واربعون مليم وهي أعطات للبائع كم؟ تسعة آلاف وخمسمائة مليم بش نعرفو طو قديش بقالها شنين نعملو لهنين؟ تسعة آلاف وخمسمائة مليم نطرحو منها ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة واربعون إذن تسعة آلاف وخمسمائة نطرح منها ثمن المشتريات ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة واربعون ويجي من هنا ولدك كيف العادة على جنبه ويقوم بالعملية الحسابية به عنا سفر إلا خمسة ما نجموش إذن نتسلفو ونضيفو لهنين عشرة إلا خمسة خمسة به عشرة إلا خمسة 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 ما ننسوش بش ثلاثة أدين نجمعوها مع الواحد خمسة إلا أربعة واحد به تسعة إلا ستة كم يساوي؟ ثلاثة؟ إذن المبلغ المتبقي ثلاثة ألاف ومئة وخمسة وخمسون مليم ثلاثة ألاف ومئة وخمسة وخمسون مليم بش تزين خبزة القطو اقتنت السيدة رقية شمعتين ثمن الواحدة تسعمائة وستون مليم المطلوب منه لهنين أحسبو ثمن الشمعتين ثمن الشمعتين تسعمائة وستون مليم ضرب اثنين كم يساوي؟ عن لهنين سفر اثنين ضرب ستة اثنى عشر به اثنين ضرب تسعة ثمانية عشر ونضيفو له الواحد اللي استحفظنا به يساوي تسعة عشر ألف وتسعمائة وعشرون مليم ألف وتسعمائة وعشرون مليم به أحسبو المبلغ المتبقي به إذا كان هي تبقى لثلاثة ألاف ومئة وخمسة وخمسون مليم به واشتردت شمعتين بألف وتسعمائة وعشرون مليم به أحسبو المبلغ المتبقي نعملو لهنين ثلاثة ألاف ومئة وخمسة وخمسون مليم نطرح منها ثمانة شمعتين ألف وتسعمائة وعشرون مليم يجي ولدك ينجز العمليم على جنب لهنه به ثلاثة ألاف ومئة وخمسة وخمسون مليم يطرح منها ألف وتسعمائة وعشرون مليم به ننزلو الخمسة خمسة إلا اثنين ثلاثة وثلاثون مليم هذه المبلغ المتبقي به الشرطة السيدة رقية قصة لابنها بتسعمائة مليم ومربكة وبقية لها ألفين ومئتين وثلاثون مليم هذه القطع النقدية التي توجد في حافظة نقودها أحسب المبلغ الموجودة بحافظة نقودها به عن خمسة لف ستة ألاف سبعة ألاف خمسمائة وخمسمائة ثمانية ألاف وثلاثة مئة وخمسون به المبلغ الموجودة بحافظة نقودها ثمانية ألاف وثلاثمائة وخمسون مليم به أطرحوا السؤالا وأجيبوا عنه السؤال المطروح هذا السؤال الخفي اللي يلقاوا فيه سعوبة ولادكم فما برشا صغار يلقاوا سعوبة في الإجابة على السؤال الخفي أعملت منشور فيه جروب في الفيسبوك قلت لهم شنية الحاجات اللي يلقاوا فيها سعوبة أولادكم في الرياضيات لكل أغلبيتهم تسعين بالمئة جاوبوني الإجابة على السؤال الخفي أنا وصلنا للمرحلة أذية الإجابة على السؤال الخفي أنا شنعاود نقرأ لكم سند اشترت سيدة رقية قصة لابنها بـ 900 مليم به شريط له قصة 900 مليم ومربكة وبقي لها 2130 مليم به وذي القطاع النقدية اللي في حافظة نقودها اللي لقناهم 8350 مليم لهني أعطانا ميلا شني أعطانا ثمن القصة والمربكة به وأعطانا قدشة بقالها به شني السؤال المطروح لهني بش لوجو على ماذا لهني أعطانا ثمن القصة وما أعطاناش ثمن أذية إذن عالشين بش لوجو ثمن الثمن 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 باه طو هذي السؤال هذي السؤال الخفي أنا لقناه ثمن أذية باه وطو بش نجيوبو كيفاش بش نلوجو على الثمن بتاحه باه شنية نعملو باه المبلغ اللي بيحوزت الأم باه باه 8350 باه شي بش نعملو نطرحو منو قدش باه في السؤال أذية من مستحسن صغيرك شنية يجاوب أذية صعب عليه باه يمشي مرحلة بالمرحلة النجم ونحن نسألو لهنا ثمن المشتريات باه ثمن المشتريات أذية السؤال باه باه السؤال أذية كيفاش نجيوبو عليه إذا كان هي عندها 8350 باه نطرحو منها قدش ما هو اللي تبقى لها 2230 نطرحو منها 2230 ملي قدش بش نلقاو باه بش نلقاو 6120 6120 أذية ثمن المشتريات أذية سؤال وذية الجواب سؤال جواب وإلا إن الجم في المرحلة في سورة ما هو كتب بشي لوجه على ثمن أذية أذية جي سعب عليه معناها لازم يمر بالمرحلة أذية إن بعد يعمل المرحلة هذي إن من الجم يسبق المرحلة هذي قبل هذي به معناها لنه ثمن الثمن أذية 8350 إلا ماذا إلا ثمن المشتريات الثمن المشتريات كم يساوي نحن لقناها النتيجة أذية أو شنية نعمل ثمن أذية هي 6120 نطرح منها ثمن القصة اللي هي 900 ملي قد شفش تطلع لنا النتيجة 5200 و 50 ملي ما لا المرحلة هذية ثمن المشتريات سؤل اللي بش نحطه له هنا وذية الإجابة ثمن المشتريات 8350 إلا 22030 اللي هي المبلغ اللي تبقى لها بش نعرفه ثمن المشتريات به بالنسبة لأذية حاجة ثانوية هو من المستحسن يكتب أذية أذية سحيب عليه صغيرك به بنسبة طواب قيد الفيديو بش نعملوه في الجزء الثاني على خطر الفيديو منجموش نطولو فيه الفيديو يطلب وقت طويل بش يتحمل على القناة الجزء الثاني في الفيديو آخر 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 موسيقى